هو الراجل الحقيقة يا جماعة عامل حالة من الصحيان اللي قلتها في البداية الصحيان اللي عيبها كلها وده واضح في تشكيل نهار ده كابتن ايمن انت بتتكلم في عبدالله جمعة اول مرة يبدأ من فترة طويلة يعني بدأ يمكن المتشينه ومعدين هنقولك وبدأ المتشينه فات وبعدين فتوح ريب بعدين وبعدين قعد فتوح ولقى عبدالله نهار ده بلعب عبدالله النهار ده حازم امام طبعا عبدالغاني قبل كده عبدالشافي بعد غيذلك فتوح برضو فتوح دلوقتي من افضل حالات الفنية اللي بيمر بيها فتوح هو خلي بالك دي ت 정말 مرة خلي بالني لما قعض عبدالله كان احسن لايه في الفرقة برضو الفاكل انت بالزبط يعني قبل ما فتوح يلعب عبدالله كد jet كان عبدالله لأ قبل ما فتوح يلعب يعني عبدالله لابل مطش الاخير قبلها بتلت مطشيت فتوح لي بيلعب قبلها بمطشين ثلات عبدالله لي بيلعب كان هايل perchance قاعد ورجع فتوح لما انا اتعور فتوح المتعورية طيب فاعتقادك بقى هل المقصود هنا نقطة صحيانة اللي اقولك عليها ولا المقصود ان كل مباراة لها تنظيم معين او لعب معين بناء على رؤية فنية منه مسبقة لما بيجي تفرج على فيديوهات للإسماعيلي مثلا لما هي لعب إسماعيلي مع الاهلي لما هي لعب الاهلي هل الرجل فعلا عنده المام الكامل جدا باللعيبة اللي موجودة في الدورة المنتازة عشان كده بيحط كل مباراة بتلاقي لعيب مختلف عن بارة اللي قابلها ده جزء بس جزء بسيط انما الجزء الكبير اعتقد فكرة الخلق المنافسة بين اللعيبة وان انت مهما كنت كويس ما ينفعش تحفظ على مكانك لان اللي قابليك كان قاعد كويس ففي الاخر عبدالله كويس وفتوح كويس الكويس فيهم في التمرين بيلعب فممكن تكون الحالة الفنية اليوم من دول او الراجل شايفها دلوقتي افضل لعبدالله وممكن يكون فتوح بقى له تارت ربعة ماتشاط بيلعب فممكن يكون تعب شوية في واحد اساسي زي حازم بالزبط يعني حازم الفترة فات بيلعب مثلا ربع ساعة تلت ساعة ممكن المطش جايه مثلا من نسبة كبيرة جدا هتلاقي حازم اللي بيعب في ملعب مش سيد نمار يعني مباراة فاركو اللي جايه ممكن يكون راجل بيدي من نهاردة الحازم عشان يلعبه مباراة فاركو عارف كابتن ايما كابتن احمد كابتن جمال سيف فاروق جعفر لما جاب الجون في مطش الاسوان كان اسوان بعد الجون انا قابلت سيف جعفر بعدها بيوم كان الدخلية 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 قابلتوا بعدها بيومين كده فبريكتوا قال لي كابتن دا الراجل مسكني قال لي انت نزلت عمالتي كذا كذا قلتوا بتدحكة كويس فانا فعلا حسيت ان الراجل كمان حتى مع الثناء على اللعيبة لكن برغم انت قديت او انت جبت جون لا انت ما قديتش لانا عايزه بالزبط بدي رسالة للعيب عشان كده هو الراجل دايما مهم جدا جدا بالنسباله الانضباط في الملعب والنظام عشان كده هتلاقيه دايما الفرقة فيها نظام بغض نظر عمين بيدخل وم بيخرج يعني احنا صح الكلام اللي انت بتقوله دا ما انت شايفه من طريقة اللعبة بالزبط الانضباط وان التيم بيلعب والعيبة بتساعده اجابت اللعيبة برضه بتساعد يعني انا ممكن جدا اناس دي الجمال مكان ايمن وايمن يخزيلي انا ارى واحد اقول لك كلمة واحدة بس هو عادل عادل اي حد يخرج عن النظام برا اي حد مع النظام وهو بيتمرن صح يلعب ولازم يخطر حقه اي حد في الماتش يحس ان هو ما عملش اللي هو عايزه برا وما شوفنا من اغر بن شارق وزيزو ومجموعة كبيرة وغير برده ناشئين وغير كذا هو عادل عادل خلوك دي لا في سياسة بمجلس الدارة شكرا طارق شكرا او الله لا انا بكلم اجد يعني الادارة يعني المرضى طارق مصول قال لن طارق حامد شكرا قال لن بن شارقي بالسلامة طارق حامد لا طارق حامد مثلا بن شارقي شكرا براقون عزيزي بقو نجم بقو جابل معين دول لعيبة وهو البداية طارق فده دي سياسة عامة داخل نادي الزمالك المبدأ العدالة ارسال مبدأ العدالة والزمالك بابن حضر وهي البداية كانت تساعة اتنين يوم خميس في يوم معين من كم شهر والعبنة اقوى المباريات بعد كده والحمد لله مش عشر مرشد الحمد لله هي دي هي دي مش عدل هي دي اللي بيعشاءنا واللي بيحبنا واللي عايزنا عشان احنا نتز مالك قالوا سهلا بيه واللي مش عايزنا مع السلامة فعشان كده لا والشارقي فقال اللي مش جاي بقى مش عايزنا مبدأ والناس اللي جات في ناس جات بتلعب دلوقتي في ناس جات حتى ما موضيتش بس بتلعب دلوقتي هي دي اللي أخلصت وهي دي اللي هتبقى موجودة وهي دي اللي فعلا بنشكرهم وهي دي اللي فعلا بتحب نتز مالك من نفسها من قلبها فعلا لأ ات عملت حاجة كمان يعني كلنا نحزناها يعني ان جمهورنا في الزمالك اللي كان بيقلق هي بصير اوسط من لعيب لما لعيب بيمشي وإحنا منهم احنا آه كلنا مسلنا نتز مالك آه بس بقى وصلنا المرحلة ان احنا بقى بينا جمهور وبنشاهد وبنرتبط ببعض اللعيبة انا شخصيا كده انا شخصيا كده لما اللعيب ده مبقاش موجود بعض اقول يا طرح هنعمل ايه ومع ذلك دلوقتي اتعودنا ان اي حد اي حد ممكن يغيب اي حد ممكن يلعب وده شيء حلو قوي يعني انت كن الاول انا ربي يا الضفلان ده هيمشي هنعمل ايه من غيره مين اللي حيلعب مكانه يعني انا متصور او فاكرة اه ايمن لما فرجاني ساسي ميشي اعا وابتدى امام عشور يلعب في مكان فرجاني ساسي وقعدين في الاستوديو ده هذا المكان اه لما كنا بنقعد دول ايه يا جماعة في فانق كبير اه بين فرجاني وامام عشور لازم نقول كده اه ده لما كان فرجاني بيلعب لما ميشي لما ميشي دلوقتي اه دلوقتي امام عشور بقى فارق عن سفرجاني كمان وده بقى ايه ولو ملعبش انا متضايقين لا لا والله يوم ملعبش برضو وكسلنا طبعا لا كابتن احمد بيكلب في جزئة مختلفين ايه بقى كابتن احمد بيكلب في جزئة مختلفة في جزئة ان خلاص ما بقاش ما عندناش قالة ان مين يلعب ومن يلعبش يعني فكرة حاجة ايه يعني انت بتماشى الان غياب سين اوسط من العيب خلو اقول لك ليه طاري احنا انت وانا وكابتن احمد وكابتن عيب بس مين الجريء اللي كان يخلي اللعبة فعلا لكلها شبه بعض اللي يلعب زي النجم الكبير لو مشي اللي هينزل مكانها يبقى زيه وزيادة كلهم شبه بعض هو بس الوقت ان ده واخد ثقة وده عايز الثقة